في شأن آخر عاد رئيس هندراس المخلوم أنويل سيلايا مرة أخرى ولفترة وجيزة إلى منطقة الحدود بين بلاده ونيكاراغوا وأعلن سيلايا من هناك أنه سيقيم معسكرا على جانب نيكاراغوا من الحدود يهدف من ورائه ممارسة الضغط على الحكومة المؤقتة في هندراس للسماح بعودته وكان سيلايا عبر الحدود ولفترة وجيزة أيضا يوم الجمعة الماضية وإجراء انتقدت واشنطن ووصفت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بالمتهور وصل سيلايا إلى منطقة ريفية حدودية بين نيكاراغوا وهندراس واقفا على حدود بلاده متحديا انتقادات أمريكية بهدف الضغط على زعماء الانقلاب الذين طردوه خارج البلاد الشهر الماضي اجتاز سيلايا مع جمع من مؤيديه للمرة الثانية خط الحدود الدولية بين هندراس ونيكاراغوا قرب قرية لوس مانوس في نيكاراغوا وما ان اجتاز سيلايا الحدود حتى انسحب حراس الحدود لمسافة عشرين مترا تقريبا وبدت عليهم علامات الارتباك الرئيس المخلوع لم يبدي رغبة تذكر في الدخول في مواجهة مع قوات الامن في هندراس بالرغم من اصراره على العودة بأي وسيلة انتم تقفون امام رئيس هندراس المنتخب ديمقراطيا نحن لن نقبل برئيس مفروض من الجيش لن نقبل برئيس اختير من المحكمة العلية في هندراس الرئيس يختار من قبل الشعب سيلايا عاد ادرجه الى اراضي نيكاراغوا بعد ان امضى زهاء نصف ساعة في اراضي بلاده قائلا ان خطر اندلاع اعمال عنف كان كبيرا للغاية في حال استمراره في التقدم داخل هندراس الجيش في هندراس اغلق كل الطرق المؤدية الى الحدود مع نيكاراغوا على مسافة عدة كيلومترات من الحدود ذاتها وذلك تحسبا لمحاولة سيلايا العودة الى البلاد غير ان المئات من مؤيد الرئيس المخلوع تمكنوا من التجمع في المنطقة مما جعل الجيش يفرض حظر التجول في المنطقة الحدودية الرئيس المؤقت للبلاد روبرتو ميتشيلتي بدى مصرا على موقفه الرافض لعودة سيلايا مهددا باعتقال سيلايا ومحاكمته اذا حاول العودة الى هندراس ياسر البرديسي بي بي سي